الله تبارك وتعالى عادة يخلد موقفين موقفان متناقضان يستحقان التخليد الموقف الأول أمثال موقف السحرة الموقف الذي يؤدي إلى الله تبارك وتعالى موقف الإيمان بل قمة الإيمان الموقف الثاني موقف الطغيان بل قمة الطغيان موقف فرعون فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف هذا الموقف أيضا يستحق التخليد لازم يبقى على طول التاريخ موقف السحرة موقف مشرف يدل على عمق الإيمان النابع من القلب الذي يهدي إلى الله تبارك وتعالى خضوعا وخشوعا وتذللا ويجمع كل الخير للإنسان وللمجتمع هذا الموقف يحتاج إلى تخليد لماذا؟ السحرة كانوا مجموعة من الأفراد المنحرفين هذا أقل ما يقال في حقهم الكفرة المشركين الظلمة ولكن تغيروا فجأة هذه أسوى لنا أسوى لكل إنسان نحن بعض الأحيان نقول الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام معصومون الأنبياء معصومون فلد واحد يجي يقول خواني أنا شلون أقتدي بالمعصوم طبعا ممكن الإقتداء بالمعصوم هذا يسبحث آخر ما رد أفتح هذا المجال وهذا الملف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هل سفرد واحد يمكن يقول هذاك معصوم جوهر من جوهر آخر طينة تختلف عن طينتي المباحث العقدية الموجودة اللي هي صحيحة وتامة والأسوة والتأسي بهم أيضا صحيحة وتام هذا ملف مفصل يطرح في محله حسنة بغض النظر عن المعصومين اللي جوهرهم جوهر أسما السحرة أفراد عدي السحرة أفراد كفرة السحرة غارقين في مستنقع الرذيلة يحاربون نبي الله يأذون الناس بسحرهم يخوفون يدخلون الرعب في القلوب على الأقل يقضون أوقات الناس بالبطالة هذا أقل تقدير بعض فدلهوا بعض لهون ولعبوا هذا هو يضحكون الناس الآن موجودين بعض السحرة موجودين بعض اللي يسوون مثلا شعب ذاشي من هالقبيل هذا نهاية تلهية الناس بعض فهؤلاء أفراد عاديون ولكن فجأة من أسفل الحضيظ ارتقوا إلى أعلى علي اللي الله تبارك وتعالى خلدهم هكذا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البيم القرب إلى فرعون المال الجاه العز المقام كل شيء ضحوا به لحظة واحدة موقف في لحظة واحدة غير كل الحياة ويا ريت كان فرعون يتركهم يرجعون إلى بيوتهم لا من أعلى عليين من الناحية المادية القرب إلى فرعون إلى أسفل السافلين من الناحية المادية التعليق في الأشجاء الصالب التقطيع وما أشبه ذلك ذلك أفراد عاديين بعد اللي هو في مستنقع الجهل والرذيلة والفساد وارتكاب الموبقات والمحرمات وإذا به يخرج يتمكن القرار بيدك الخيار بيدك تقدر تتغير تقدر تغير نفسك ولكن أنت بحاجة إلى قرار بحاجة إلى تصميم بحاجة إلى إرادة تؤسوا بالسحرة على الأقل واحد يحاول يتأسى بهم في هذه المواقف التي تعصف بالإنسان التي تزلزل عقيدته يتذكر بعد الأنبياء بعد الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام يتذكر موقف السحرة ضحوا بكل شيء لأجل المبدأ لن نؤثرك على ما جاءنا والذي فطرنا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى هذا الموقف يستحق الخلود الموقف الثاني موقف الطغيان هذا أيضا يستحق التخليل ذاك الموقف حتى يجذب الناس يكون أسوة هذا الموقف يخلد حتى ينفر الناس يكون عبرة ذاك موقف الأسوة هذا موقف العبرة فاعتبروا يا أولي الأبصار فرعون الطاغية مع ما كان يملك من الأموال والثروات والقدرات ولكنه إنسان جان إنسان طاغية احذروا هذا الموقف وإلا مصير الإنسان يكون كمصير فرعون وما أكثر الفراعنة في طول التاريخ اللي لاقوا مصير فرعون أو الآن موجودين وسيلاقون عن قريب مصير فرعون هذا بحاجة إلى تخليد تخليد موقف معبر للناس معبر للعالم حتى لا يصرون مثله ويخلد أيضا حتى إحنا نتعلم لن خلي واحد يصير براسنا فرعون هاي نقطة كلش مهمة احنا غافلين عادة عنها فرعون شلون يصير فرعون بصنع ما عادة بصنع الناس يتركونه وشأنه فيتدرج في الفرعنة وإذا به يصل إلى أنا ربكم الأعلى يستحي نساءكم يقتل رجالكم يفعل ما شاء قف أمام فرعنة الفراعنة ولو بكلمة هاي الكلمة الله سجلها ولو بسطر من الكتابة هذه الكتابة الله سجلها الأقلام الحرة الألسن الحرة لها مسؤولية حتى تقف دون فرعنة الفراعنة واحد يكتب هاي وظيفة الكل بالذات العلماء الخطباء المبلغون الكتاب هذه وظيفتهم الشرعية طبعا أنا أقل من أن أقدر أبين أذكر لهم هذه الوظيفة ولكن كتدبر في بعض المعاني الصفحات السوداء التي عشناها في العراق عشتموها في العراق في تلك الحقبة المظلمة هاي لازم تسجل كلها لازم تسجل اللي هجر لازم يكتب ما لاقى من العذاب والظنك اللي سجن لازم يكتب أو يقول وإلا يصنعون من الظالم اللي دمر العراق بطل وشهيد بطل قومي وشهيد ويطبلون له ليش لأن احنا سكتنا عن ذلك اللسان مؤثر القلم مؤثر يقف يفضح الطرف المقابل واحد لازم يفضح الطرف المقابل يفضح الطاغية قبل ما يصير طاغية يفضح حتى لو يوصل إلى تلك المراحل السوداء هارون العباسي هذا سمع مناظرة هشام ابن الحكا شنو قال؟ قال هذا حي ويبقى ملك ساعة هذا اللي عنده لسان هذا اللسان المنطيق ويتكلم بالحقائق هذا حي ويبقى ملك ساعة يعني مثل هشام بكلامه بلسانه يقدر يزلزل عرش هارون ويقدر يسقطه هذا حي ويبقى ملك ساعة فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من مائة ألف السيف نحن نصور القضاء على الإرهاب أو داعش أو الظالمين أو الطهات أو الأمراء الخوانة أو ما أشبه ذلك فقط بالسيف أو بالبندقية لا اللسان له دور القلم له دور أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ضرب اللسان أشد من ضرب السنان هذا أشد ضرب اللسان أشد من ضرب السنان افضح اجهض مشروعه في البداية حتى لا يتمكن من الحكم والاستيلاء بظلم وعنجهية وتكبر فيدمر البلاد والعباء يمكن النظام السابق أخر العراق مئتين سنة وما نعانيه اليوم قسم كبير من في العراق وفي دائر مدائر العراق الدول المجاورة إثر تلك المجازر التي ارتكبها الطاغية واحد لازم يفضح واحد لازم يكتب يقول هذه الحقائق لا بد أن تنشر كل واحد كل عراقي مسؤول أن يكتب وأن يقول واحد يقدر بالفضائية واحد يقدر بالجريدة واحد يقدر بالمقالة واحد يقدر في الاجتماعات الخاصة حتى الأجيال اللاحقة تعرف الحقائل لا يتحول إلى بطل قومي وحتى اللي يجعوا بعد أيضا يحذرون لا يصيرون مثله هذا أيضا نقطة مهم إذا شافوا لا الكل سكتوا هو الإنسان يتفرع إن الإنسان ليطغى هذا الطبيعة في كل إنسان إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى إذا مستغني على عرش الحكم ما حد ينافسه إذا مستغني ماليا إذا ماكو منافس إلي يطغ أما إذا أكو منافس إلي شنو يصير شد وجاذب من يقدر يأخذ راحته في الظلم أكو أقلام في الجرائد في المجلات في الإذاعات في الصحف في الفضائيات أقلام وألسن اللي تفضحها فشوية يحذى على الأقل إذا يخاف من إراقة ما يوجهه فلازم كلنا نجتمع لفضح الظالم هذا اللي كان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقومون به وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هذان موقفان استحق الخلود على مدى التاريخ شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة